اشتركوا في القناة سهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي حكايتي مع المرض النهاردة حكاية جديدة من حكايات البرنامج يشرفنا بحضوره الكريم الحاجة صفاء أحمد الخميسي جدة الطفلة رحمة أهلا وسهلا حضرت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخبركي الحمد لله الحمد لله على سلامتك الله يسلم أعزائي المشاهدين حكاية جديدة من حكايتنا النهاردة مع الطفلة رحمة مأساة ولدت بثخب أو ثخبين في القلب وإحنا حنشوف أو حنسمع الحكاية من جلدة الطفلة فضاليا أستاذ مولودة من ثلاث يوم وحضرتك الأول حضرتك من نين أول من زفتة من زفتة رحمة من دمين هر الوحش وليد تبع زفتة برضو اه تبع زفتة بس يعني مكان تاني تمام هي عندها كم سنة؟ سنة واربع شهور سنة واربع شهور حضرتك تحكي لي بالتفصيل من أول الولادة أي هي ما تولدت تم ممكن نعلي السلطة شوية؟ ماشي أول ما تولدت تولدت عند الدكتور وقال يعمل حلقة كويسة فالمهمة رحمة يودوها قالوا اردوها على دكتور قلبه وكده فكشفو لها لقوا ايه قالوا عندها حاجة عفقوا كيف القلب وروحنا ودناها للدكتورة جهان سواح والمومة مشت معايا دوبك أسبوع كشفنا وما ابوها ماردوش يجيب العلاج ولا رضي يعلج لا اكتشفت المرض ازاي الاول يعني اول ما تولدتها عطول ولا عدد المرض لا هي اول ما تولدت اردوها يعني صبوها يمان وثالث يوم قالوا يدوها لدكتور قلب لاني انتو شفت عليها اعراض معينة مثلا حشراجة في التنافس مثلا اه صوت القلب عام ايه هي كانت كويسة اول ما تولدت خالص هي الطبية جدا يعني اه تالث يوم انا بقى ايه ده هي هي فها حاجة يعني مجتمعية فقالوا اول ما تعملوها وادوها لدكتور قلبه كده فاعرضناه على القلب بس هو بقى ابوها اللي مستعناش في علاجه ولا سأل فيه انتو وقت الاشاعة رحت عملته اشاعة ليه نتنا عملنا اشاعة وكشفنا له ومجابوش العلاج قعدت ست وشهر من غير ست وشهور بعد الولاد وبعدان بقى حصل المشاكل اللي هي فيها انه هو ابوها بقى قالوا همها لأ غياتوا الكلام ده كله وزعلت فالهم راحت من هنا الهنا مقالقية ده المرض يا حاجة بيد الله سبحانه وتعالى ما هو بقى ما يعرفش الكلام بيقول ليه مريضة الام مريضة والعيلة مريضة جادرنا عيلة مريضة طب مش عندها اخ جي اكبر منها اه عنده ثلاثين وشهرين في عنده اي مرض او اي حاجة لا حالي يزال فيه صحته مياني طب ايه بقى يعني اهو بتعرض بنا اه احنا بقى ودناها وعالجناها شوية والظروف بقى يعني ما سمحتش معاني طب حضرتك عملت الاشاعة ايه بعد الاشاعة عملت ايه بعد الاشاعة بعد الاشاعة كتابوا لها علاج علاج تعالى دي خلص علاج عادل خلص نبوشه في مية ونديها ايه وبعدان جات الدكتورة قلت لازم لها العملية يعني ضرور ان هي لازم يبقى لها العملية فوقفت لها البرشان من الحاجات اللي كان بتاخد بعدان كنا خدناها شوية الاشاعة ظهرت فيها ثقب واحد ولا اثنين ثقبان انا واحد بيقفل واحد اه يعني ما بيقفلش هتعمل مع العملية اه اه هي يعني ما لحظة ان حجمها صغير شوية صغير ايه ما بتكبرش يعني انا حاسة انها موها ما بيكبرش زي العياه واي حاجة تاكلها هي التنهج اساسي على طوب في صعوبة في التنفس اه ولما تاكل كده اي حاجة بتحس انها التنهج على طوب لكنها عمنا مجهود روحت المستشفى عام يعني؟ اه روحت المستشفى المنصورة تبحت معهم شوية وحجزوها وعملوا لها تحاليل برده اشعاعات وكده بعد مودتها اه وبعدين كتابلها اللي هي لازم العملية العملية يعني فجانا بقى احنا عند الامكانيات مش عارفين اه 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 بعد ما عملت الاشعاع وروحتي خدت العلاج اي 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 بقالك سنة ونصر هي بقالها سنة واربع شهور دي مستشفى سنة واربع شهور اي اي اه تمام فمشيتها يعني يعني العلاج عادت الفترة ده كلها علاج بس اه علاج بس بس هيك اتعاوزة العملية يعني بدأت بالعلاج وقالت ان كان تمام روحتش ليه في مستشفى تعامل عمليات ما هو ما فيش بقى ادوار وكده ما اعمالها احجز هنا ووادي ورق هنا وهنا وما حدش عملها حاج ما استنزرت يعني ما استنزرت يعني ما قدمتش طلبات انا واحد قدمت وقدمت في مستشفى تمانصرها اللي هي الجمع تاعت الاطفاء وقالولي برده كيحجزيلك دور وكده وما حدش رد علي واسب الرقم تلافه على ما يجي معاد يعني انا مستكتة من ساعتها برض ونفس مياتي عن العملية وتبقى كويسة وتبقى عيلا حلوة يا ان شاء الله بإذن الله يعني حيبة الخير ان شاء الله ان شاء الله وربنا يبرك لكم وجعلوا في ميزان حسنك وكل التعملات اكيد يعني في اطباء بيسمعون لنا يعني ان شاء الله خير طبعا ربنا يدخل يعني في فترة العلاج سنة واربع شهود ايه معلش يعني جبت الفلوس منين يعني يعني باشتغل والله عندك وعند غيرك وظروفي ربنا العالم دي وانا ارمالة اصلا وبربر باعي يتمل يعني حضرك ارمالة اه يعني جوزي بتوفي وظروفي على قدي وباشتغل عندك وعند غيرك وجهدي على قدي برضا وقال لها هناك مرفيتين وحنين طبعا والد الطفلة فيه والد الطفلة والد الطفلة موجود ومبسوته عندهم اه يعني بيوت وعندهم ورشة رخانة ومبسوتين ومش عاوزين يعالجوها يعني هما رفضينه اللي هما يعالجوها اساسا يقول لك احنا مش هنعالج عائلة مريضة مش بنته بنته بس يقول لك لا محترض على امر الله محترض على امر الله وقال لا وما هناك اهلها بردك في التروة خالص مش عاوزين نسأله عنا وقول لك احنا منحبش العيانين وهناخد عيلي عيانة ومريضة العبالية فتحة ومش عرف ايه مرد بيدي الله سبحانه وتعالى مرد بيدي الله هم بقى مش مجربينك كلامتي لان هما مثلا اساسا ما حسوش بالتعبان هما ما حسوش بالتعبان لشان هما يعني ربنا صيبهم كده ده حتى لو مش بنتي يعني اي 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 مش بنتنا هيت وإحنا اللي دايخين وإحنا اللي شايلين نهان بنفسنا اللي هي تبقى حاجة حلوة وكويسة وربنا يجعله في نزال حتى نقو كله يا حجة ما تلعيش إحنا في قناة الصحة والجمال نعرض أي حالة طبية أي حالة طبية نرحب بالجميع فدائما قناة الصحة والجمال كانت ولا زالت وسدق دائما نمشيات الله تعالى في عون كل مريض يا حجة إن شاء الله ما تلعيش في خير إن شاء الله في خير يا ربنا يسترها معكم ونجيكم واسلح لكم يا ربنا حضرتك يعني ما عملتيش محاولات خالص عشان والدها يعمل لها عملية أو حالة؟ عملنا محاولات كتير رمها وسبحة آخر مرحلة قريبة جدا كنت موديها لمشتشفى وجمعية وكشفنا لها وكل حاجة وخد الرشدة مني ومشي مرضيش يجيب العلاء وقال لي هجيب لك فلوس واجيلك وخدها ونم على كده طب حضرتك حسيت بإيه أول ما عرفت إن عندها سقب في القلب يعني كان شغري كي ساعتها يعني كنت زعلانة عشانها جدا كنت زعلانة جدا وبقيت أقول يا رب شفيها يا رب كده يكرمها يعني إن هي والدتها في من كده؟ والدتها يحتبر عندها عشرين سنة يعني بردك مش يعني مزيينة بردك كده يا دكتر متجاوزة يعني صغيرة؟ صغيرة آي زعلانة بردك عشانها وكده بس ما باليد حيلة يعني هتعمل أي بردك والدتها يعني ما باليد حيلة هتعمل وهو محترد بقى نعمل وأهله محتردين قولك لأ أنا مش عامل عيلة وكده وعمل لها العملية وتبقى مجروح سعزينك مشاهدين الكرام نخرج فاصل ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله سعزينك كده مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا لكم بعض الفاصل ونستمر في سرد قصة الطفلة رحمة متولي عطية حاجة صفاء نحن تكلمنا قبل الفاصل وقلنا حضرتك وروحت للدكتورة وعملت أشعة قلت المأساة إن حد دلو سنة وأربع شهور مفيش حد بيسأل فيها علشان يعملها لك ليه يعني ليه عندكم بتعاملوا البنات كده يعني ده بنت طفلة في إيه؟ مش إحنا بقى اللي بن عامل أهليها أهليها هم اللي مستبابين في كده مش عاوزين يعلجوا ولا عاوزين يودوا ولا عارفين ده أن ربنا كده عالم بكل بناء ده وما لو حسن يعني إن هم ممكن يجينهم أي حد التعب هيخلفوا على كل اللي عندهم كانوا جيروا دياتوا واهتموا به مشاهدينا كرام في سؤالي الحالة النهاردة عاوزين نسأل السادة المشاهدين وأقول لهم ما أصعب ما في المرض ما أصعب ما في المرض ومستنين اتصالاتكم على أرقام الموضحة على الشاشة حاجة صفاء الحقيقة يعني والله تعبتيني وأخجلتيني يعني يعني لما بص أشوف طفلة عندها سنة وأربع شهور ونعملها بهذه الطريقة يعني الطفلة زنبائي يعني بعد إذنك مشاكلك الحياتية ومشاكلك ويعني ملهاش دعوا بالطفلة خالص ما ملهاش ما هم أهلها اللي محتردين عن كل دوت أهلها اللي مش عايزين يعالجوا ويعملوا هم اللي استببوا في كل اللي هي فيه ولما جانا نقول لنا عالج ونعمل قال لك خلاص احنا مش عايزينهم وطردوا أميها وبهدولوا أميها وراموا لما أعزلها وحاجتها كمان يعني المشاكل كلها جد في بعضه والعيلة الضحية والعيلة الضحية والآل في الطراب طفلة بريئة سنة وأربع شهور سنة وأربع شهور نفسها تعمل العملية من ساعة متولدة ده عندها أنا شفت الأشعة عندها سخبين في القلب سخبين وفيه شريان مزدود اي وعاوز العملية من ساعة متولدة فهم مش عاوزين يعملوا أي حاجة ولا عاوزين يودوا ولا يعالجوا ولا أي حاجة كلهم هم عاوزينوا وعاوزين يعملوا فلوس وعاوزين يعملوا دي وعاوزين يعملوا دي ويحرموا نفسهم وخلاه هو ده وقت اللي في دماغهم هو ده اللي هم عاوزين ما حاولتيش تشوفي ناس خيرة تدخل وتصلح عشان الطفلة مش عشان حدي تاني ما احنا عادنا نحاول ونعمل ونتكلم وأبوها في التراوة خالص أبوها في التراوة يعني ده بنته بنته ما عوزين يشهدوا ما بيحسش بحر بأي شيء قلوبنا تحجرت كلا لي ما عرفش يعني 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 سنة واربع شهور كتزا منها كبرت وبقت حلوة وكتزا منها مش انتو ما حاولتوش تقارضوها على مخ وعصب ولا لا ما ودماش مخ وعصب اصلي الحجم صغير عن سنة واربع شهور هي كل اللي قالك هو موضوع القلب هو اللي فيها ان هو عامل فيها كل ده وهي أكلتها بفيش يعني ضعيفة على قده وعلى قد جهدها برضه ولما اتاكل بتنهج وتعبن اذا انت شايف حالتها كده ما انتش خايفة من عملية يعني عملية في القلب طفلة عندها سنة واربع شهور ما انتش خايفة من عملية لا مش خايفة من حاجة انا امل في ربنا كبير ونعمة بالله املنا كلنا في ربنا كبير احنم الدنيا بحال هو ربنا معاها احسن منينا احنا كمان يتولى بما يعرفته ربنا علم به ان شاء الله يا حاجة صفاء ان شاء الله مشترح من في مصر اطباء كتير يعني وربنا سهل حال ان شاء الله يعني يعني ما تزعليش يعني فيه ناس خيرة كتير وفيه اطباء كتير وان شاء الله كل من يشاهد هذه الطفلة الآن والله انا عارف ان شعب مصر ما هيتأخروا ولو اطباء في مصر اللي هيتأخروا ابدا يعني عن علاجهم بامر الله بردك وهيجعلوا في الليزان حسنتهم كل اللي هيساعدها ويعمل لها اي حاجة في عمليتها ان شاء الله فبنا يعني 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 ما حاولتش تاني على على اكثر من المستشفى يعني روحت بقى هنا وهنا مع كل المستشفات قالوا لك يعني بعيد انا روحت اللي هي المنصورة وروحت الى الدكتورة جهان ليه في بلدك وفي زفتة في مركز زفتة غربية مافيش 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 كبير قلبي كبير وبردك مافيش مافيش في الزقزيق قالوا كبير يعني الوحيد بالذات اللي انا عرفته مصر وهنا والمنصورة وعند الدكتورة جهان وكله قال عملية وكله قال العملية ويا الدكتورة من ساعة ما تولدت قالت عندها عملية بس ما تكبر سنة على اساس ان هي كت موندة لسة قالت مثلا اربح شهور او خمس شهور كت زمانها عامات العملية ايه البت مبقتش يعني تعمل نموه وحصل مشاكل بتاع ابوها وأهلها دوك طب يعني والدها وأهله يعني ألبوم محنش كده لما شافوا الطفلة دي كده وعندها ثقبة في القلب وعاوزة تحتاج عملية مفيش حتى ألبوم محنش ده هي ترمت من ساعة رامون تبقى سيزونك نكمل معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم 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 معاك يا دكتور ايوة انا دكتور ريش السعيد انا بس كنت باتكلم علشان اه الحالة اللي المعروضة اه نياسها ثق بالقلب ومحتاج عمليات. تمام. فانا اه 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 تحت امروك زيوات لو لو هي بس تشرفنا وانا تحت امروك ان انا ممكن. يا دكتور يوسف. ايه يا دكتور. هي عندها سخبان في القلب وفيه شريان اه مسدود يعني زي مجموعة كده من حالات يعني اه اسمها اسمها رباعي فلت يعني اه يا فندي رباعي فلت يعني. رباعي فلت ده جزء من اه مرض بنسود الاثفال. ببقى اه حدديث الولادة ببقى نلعب الخلطية المركبة. وهي اه مقاومة من اه اه صق موه بين الذا البتونين. و اه اه الجزء السوريان الاورتة ببقى ياخد مخرجين اه مدخيلين من البطون الايمن والبطون الايسر. وجزء في دي في قلب الشريان الرقوي. اه ومع تضخم في عدد القلب من الناحية اليمنى. الاربع حاجات دول بيسبعون حاجة سماعة ربعي فلس. دكتور يوسري. اي الفضل. بياصفر عشرين على تطفق الدم للجسم? اه طبعا. طبعا لما يكون الدم ده بيبقى الدم غير مؤكسد. بيختلط الدم المؤكسد على الدم غير المؤكسد. طبعا طبعا بيبقى فيه زرقان في قلب الجسم. وممكن بالذات بعض الاطفال يحصل فيه زرقان في اثناء الرضاعة ولو كبير شوية اثناء لو اي مجهود يبزله او اثناء البكاء يظهر الزرقان ده. دكتور يوسري يعني لابد عملية ما ينفعش علاج عادي? هو طبعا لو فيه صد بين البطنين او صد ما بين الأذنين بخاطر ان احنا نعمله العملية ويتم اقفل الصد الموجود والتصليح كامل للرباع الفلس علشان الطفلة دي تقدر تعيش او يبقى بعد كده يبارس بصورة طبعية. طب نعرف ازاي دكتور ان فيه ثقب في القلب او فيه حاجة في القلب يعني نعرف ازاي? هو الطفل دي ببقى من اول ما يتولد في بعض الاطفال ببقى فيه زرقان وده ببقى من العيوب الخلقية المراكبة. ده اول علامة وده بقى واضحة جدا. ولطباء الاطفال والطباء القلب كله بيعرف التشخيص ده. ونقدر نشخصه بالاشياء المبادسة والتصوطية فنعرف ان فيه اه 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 اللعيب الخلقي ده العيب بسيط او عيب مراكب. سالثانيا بيبقى فيه اه اه صعوبة في في الرضاعة وفيه نهجان وفيه مع اي اه مجهود ممكن يزيد زرقان او يبقى اه اه فيه نهجان شدد جدا اه للطباء. اه. تبقى دكتور يسري. تبقى فيه فرق بين يعني المركب والبسيط في حتة ايوة ايوة. في بعض العيوب الخلقية البسيطة اللي هي بتبقى صوب من بين الازنين او صوب من المطنين لوحده او فيه وفاة شريانية في بعض ضيع يبقى اه خلقية بسيطة. يبقى عليه خلق واحد فقط وده بيبقى اصلاحه سهل ويبقى اه المريض اه 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 يبقى بعد كده بيتعافى ويعيش حياته طبيعية جدا. لكن العيوب الخلقية المركبة بتبقى اكثر من عيب اه اه خلق مع بعضه اه ويبقى مركب ويحصل اه اه ببقى بعضهم معظمهم ببقى معه اه ذرقان في الدم اه اه محتاج الى ممكن عملية واحدة او اثنين يعني ممكن العملية تجرب مرة واحدة او على مرتين. دكتور يوسري طب ما فيش اي خطور عليها يعني طفلة عندها سنة واربع شهور ما فيش اي خطور عليها في العملية في القلب. لا ان شاء الله العملية دلوقتي بتجرب بالنسبة نجاح عليها جدا. وهي بتبقى موجودة ومنتشرة في مراكز كتير في مصر في الجامعات وموجودة في اكتر من مكان. فانا بس اه استسمعك نية تشرفني في جامعة اه مستشعيات جامعة بنها. وانا اه 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 تحت امرقوم انا ممكن نعمل لها الابحات المطلوبة ونشوف اما كانت محتاجة العملية ان نجريها الى ان شاء الله. شاكرين جدا دكتور يوسري سعيد. الاستاذ جراحة القلب والصدر كلية الطب بنها. شاكرين جدا دكتور. اه شاكرنا اه دكتور جدا وربنا يسترع معاكم ويصلح لكم حالكم ويبارك فيكم. الدكتور يوسف السعيد. استاذ جراحة القلب والصدر كلية الطب بنها. ربنا يبارك فيه يا رب وسترها معاكم. يعني زي ما سمعت طمنا يعني ان شاء الله يعني فيه اجهزة حديثة. والله فيه خير والله فيه خير في مصر كتير يعني يعني. على المفروض ننحي مشاكلنا جانبا. وانشوف الاطفال دي اه. الاطفال دي ملها الزنب لعيزة ما كده نبشين الهم كل الاطفال. ان شاء الله يا حاجة صفاء ان شاء الله بمشيط الرحمن. اه حافيتك هتعمي عمليا ان شاء الله. ان شاء الله يعني هتسترد عفيتها يعني ما تلاقيش يعني. امين يا رب العالمين. ربنا يسترها. وحاولوا حاولوا حاولوا خضر الامكان عشان البنت مش عشان اي حاجة تانية. اي. حاولوا تصلحوا ما بين والدة الطفل ووالدها. يعني دليل الله سبحانه وتعالى. ما هو لله والله والله ونفسنا اللي كان. وعشان الطفل الزنبات يعني زي بها اي. وعشان اه الاطفال ما لهمش زنب في اي حاجة. بس نعمل اه. طب نعمل احنا نعمل. اه ان شاء الله. اه ان شاء الله. اه ان شاء الله. ان شاء الله بشتره من. يعني. استعمل العملية. والدكتور اه يسري اتصل بنا يعني جزاه الله كل الخير. ربنا ايه. جزي خير في اه. بكل اتعاب وكلكو كله. جزي خير ربنا وبركتوكو كلكو مصلح لكو حالكو. يا رب العالمين. مشاهدين كرام. حضراتكم شفتوا النهاردة قصة الطفلة رحمة متولي. عطية. من زفتة عندها ثخبين في القلب وشريان. محتاج توسيعا. صح? اي. اعزاء المشاهدين مش عاوزين اي حد يتأخر لو في اي مشكلة مرضية يتصل بنا فورا. وحيلاقينا موجودين وممكن نجيله كمان في اي مكان يحتاجه. طالما هي مشكلة طبية. انسانية. مش هنتأخر عن اي حد ابدا. اخناة الصحة والجمال. قلت واقول مرارا وتكرارا. انها كانت ولا زالت وستظل دائما ان شاء الله تعالى في عون كل مريض. شرفتنا حق صفاء. حقيقة والله شرفتنا نهارده. ويبارك فيكم ويسترها معاكم ويجعلكم ويجعلكم زال حسنة. لا تتخيلوا ماذا فرحيت دلوقتي. طبيب من الطباء مصر العظام اتصل بنا علشان. علشان. عشان. يعمل عملية. ويجعل هذه الطفة المسكينة. ربنا يبارك فيكم كلكو يا رب ويجعلكم زال حسنة. يعني ما ادرش اقول اكتر مكايش. ربنا يبارك فيكم ويسترها معك يا رب. مشاهدنا كرام في نهاية الحلقة. اشكركم لحسن متابعتكم. وإلى ان نلتقي الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى. اترككم في رعاية الله وامنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.